اللهم صلي على محمدٍ وآل محمد اللهم صلي على محمدٍ وآل محمد اللهم صلي على محمدٍ وآل محمد أحدتي إن لم نعشي الخجال والوجال والاضطراب في هذه الدقائق والساعات فنحن لا نقدر هذه الليلة العظيمة لماذا؟ لأن أعمالنا، ذنوبنا، معاصينا سوف ترفع إلى الله في ساعات كم ساعة تفصلنا الآن عن طلوع الفجر؟ إن أردنا لهذه الساعات أن تكون سلاماً علينا وصفحاً عن خطايانا، وغفراناً لذنوبنا فلنستثمر هذه الساعات فيما بقي الآن أحبتي لا تنظروا إلى وجوه بعضكم البعض ولا داعي لتصفح ما حولكم تصفح الذنوب والمعاصي التي صدرت منكم خلال العام ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام من وافق ليلة القدر فقامها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أي أن نخرج من هذه الليلة غايتنا يا الله أن نخرج الليلة والذنوب مغفورة بين يديك وإن كانت معاصيك كثيرة فاجعل الاعتراف بالذنب إلى الله وسيلته قل له كما قلت في دعاء أبي حمز الثماني أنا الذي لم أستحيك في الخلال أنا الذي هممت أنا الذي عصيت أنا الذي أسقطني من عينك فما باليت لو كنا نستحي من الله أكثر مما نستحي من الناس ننقبض القلب عن الفعل القبيح أحبتي أنا أستحي منكم ولا أريد أن أسقط من أعينكم ولكن كم أعصي ربي وهذا يدلل على غياب الحياء من الرب وإذا كانت الذنوب عظيمة وكبيرة فلا تصابوا باليأس الليلة أقرأ لكم هذه الرواية ينقل في الرواية أن الله عز وجل يقول ما غضبت على أحدين كغضبي على عبد أتى بمعصية فتعاظمت عليه في جنب عفو يا الله إن كنت قبلت مثلي فاقبلني إن كنت رحمت مثلي فارحمني يا قابل السحرة اقبلني من يكون أسوأ حالا من الليل إن انصرفت من هذا المكان وأنت لم تقبلني أي رأي لم ترضى عني لم تغفر لي تلك الذنوب والمعاصي بين يديك وإن أردت أن تعرف كيف كيف تعترف بالذنوب والمعاصي بين يدي الله فاستمع لهذه الرواية التي أذكرها كثيرا في ليلة القدر ورد في الرواية أن موسى عليه السلام صعد فوق الجبل فنادى الله فنكس الرأس فنكس الرأس واعتبره عبادة إن شاء الله ورد في الرواية أن موسى عليه السلام صعد فوق الجبل فنادى الله قال له يا الله أتاه الجواب لبيك ناداه ثانيا يا إله المحسنين أتاه الجواب لبيك ناداه ثالثا يا إله العارفين أتاه الجواب لبيك ناداه رابعا يا إله العاصي أتاه الجواب لبيك 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 موسى عليه السلام استغرب وضع عشر أصابعه على رأسه عش leaf قال أيرام ناديك بأحب الأسماء إليك فأجبتني بلبّيك وناديك بإله المحسنين فأجبتني بلبّيك وناديك بإله العارفين فأنى جبتني بلبّيك وعندما نادات CabinetDO ناديك بإله العاصين من أجبتني لبيك 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 العارفين يعولون على معرفته والمحسنين يعولون على إحسانهم ولكن العاصين ليس لهم أحد سوى فإن أدبرت عنهم فبمن يلوذ أي رب قد اجتمعنا الليل نحن العصاة المبندين بين يديك نتألم للمعاصي والذنوب ونعترف بتلك المعاصي والذنوب بين يديك أي راب أتطردني من بابك بالخيبة مصروفا ورد في الرواية أنه إذا رفع العبد يديه للسماء وهو عاصي ونحنك كذلك من منكم ليس عاصي ذو الليل إذا رفع العبد يديه للسماء وهو عاصي فيقول يا راب فتحجب الملائكة صوته فيكررها ثالثا يا راب ناد الراب فتحجب الملائكة صوته فيكررها ثالثا يا راب فيقول الله عز وجل إلى الملائكة إلى متى تحجبون صوت عبدي عني لديك عبدي اطلب ناشي أي راب نحن ناديناك ونحن نعترف بالمعاصي والذنوب بين يدك الآن أحبتي دعونا نعترف فليس لدينا وسيلة في هذه الساعات لم تبقى إلا سويعات وترفع أعمالكم إلى الله تذكر تلك الذنوب المعاصي ماذا ترفع إلى الله هل ترفع إليه مقدار طاعات مساوي لمقدار المعاصي أبدا قفوا جميعا بين يدي الله في هذه اللحظة قفوا جميعا أحبتك فلنقف جميعا بين يدي الله لا تتردد الليل ولا تخجل من الاعتراف بالمعاصي والذنوب بين يدي الله أنا أسألك إن لم تبكي على نفسك الليل متى تبكي وإن لم تعترف بالمعاصي والذنوب متى تعترف ارفعوا الأكفة إلى الله وتصوروا هذه الأكفة مملوئة بالذنوب والمعاصي التي صدرت منكم طوال العق ماذا ترفعون إليه هو ينزل عليكم العطايا والجوائز وأنتم ترفعون إليه المعاصي والذنوب ارفعوا إلي هذه المعاصي والذنوب وأنا أسأل وأنا أشاهد الوجوه أرى منك براس النوم ودقى عظمه وظهر الشيء على رأسه كم بقى لكم حتى تتوسدون التراب أحبتي سنوات معدودة أما آل لنا أن نرجع إلى الله ورد في الرواية يحب لك أن تبكي لا تغجل من البكاء الليلة فإن هذه القطرات هي التي تطفع نيران جهنم ابكي الليلة هذه فرصتك ورد في الرواية أن الله عز وجل يقول في كل صبح ومساء عبدي كبر سنك ودقى عظمك وشاب رأسك وأنا أستحي أن أحرق شيبتك بالنار فاقلع عن ذنبه ليتنا نستحي من الله كما يستحي منه ولذلك في رواية أخرى ماذا يقول عبدي أذكرك وأنت تنساني أتقرب منك وتهرب مني أستحي منك ولا تستحي مني عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لنفسك وتهرب مني عبدي ما أنصفت لي ارفعوا الأكفة الآن واعترفوا بالذنوب والمعاصي بين يدي الله قلوا يا الله هذه بضاعتنا ليس لنا بضاعة إلا هذه البضاعة المملوء بالذنوب والمعاصي ولكن أيرى اليد ممدودة إليك بهذه المعاصي والعين ممدودة إليك بالرجاء أتصرفني الليل من بابك بالخيبة مصروفا يا الله وأنت أرحم الراحمين ينقل في بعض الروايات أن الله أرحم على العبد التائب من الأم على ولادها إذا رأته يبكي وها نحن نبكي ونعترف بالمعاصي والذنوب بين يديك أي راب اقبلنا الليلة ولكن ذلك يتطلب ماذا أن نعترف بالذنوب والمعاصي بين يدي الله ورد في الروايات أن الله عز وجل يستحي من العبد يرفع إليه كفاي فيرده ما خاليا أي راب رفعنا إليك الأكف الليلة ونحن نرجو التوبة فلا تردنا بالخيبة مصروفين وها نحن نضج إليك بجيج المتألم النادم المعترف بالمعاصي والذنوب إلهي قد مد إليك الخاطئ المذنب يديك بحسن ظنيبك إلهي قد جلس المسيء بين يدان مقررا لك بسوء عمله وراجيا منك الصفح عن زلل إلهي قد رفع إليك الظالم كفا راجيا لما لديك فلا تخيبه برحمتك من فضلك إلهي قد جث العائد إلى المعاصي بين يديك خائفا من يوم تجزو في الخلائق بين يديك إلهي جاءك العبد الخاطئ فزعا مشفقا ورفع إليك طرفه حذيا راجيا وفاضت عبرته مستغفرا نادما وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيته مخالفة وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك جاهل ولا لعقوبتك متعرف ولا لنظرك مستخيف ولكن سولت لي نفسي وأعانتني على ذلك شقوتي وغرني سترك المرخى علي فمن الآن من عذابك من يستنقذني لا الله وبحبل من اعتصم اعتصموا إن قطعت حبلك عني فيا سوءتا غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا أفمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط ويلي كلما كبرسني كثرت خطايا كلما كبرسني كثرت ذنوبي ويلي كلما طال عمري كثرت معاصي فكم أتوب وكم أعود أما آل لي أن أستحيي من ربي وأنتم بهذه الحالة أحبتي ورد في الرواية أن ما من شيء في الوجود يحط الظنوب كالسجود بين يدي الله عز وجل اسشدوا بين يدي الله عز وجل أيران أتحرق بالنار وجهي وقد كان لك ساجدا أتحرق بالنار قلبي وقد كان لك محبة أتحرق بالنار لساني وقد كان لك ذاكر أرحم من أساء وقتا واستكان وعترف أعترفت بذلوبي بين يديك أيران إن لم ترحمني الليلة فمن يرحمني الآن ارفعوا الرأس وضعوا خدكم الأيمن على موقع السجود وتذكروا أن هذا الجلد الناعم هو الذي سوف يتوسد التراب غداً عندما تنزل في تلك الحفرة إن كنت لا تريد أن تؤلم هذا الجلد وتختشه بالسجاد فعلاً أنك إن نزلت في تلك التربة فلا يوجد إلا الحجارة والترى الآن وأنت بهذا السجود قل لله عز وجل بقلبك إن كنت بئس العبد فأنت نعم الرابيان اسجدوا مجدداً لله عز وجل يا محسن الليلة ليلة الإحسان وأنا المسيح يا محسن قد أتاك المسيح فتجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا كريم إن لم تعف عني الليلة متى تعف عني ربها أنا نادماً ساجداً مستغفراً منيباً